في الواقع لم ترد أي أخبار من رميش حتى هذه الساعة أخير الغارات التي وردتنا بأنها استهدفت بلدة الطيبي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان لكن حزب الله قبل قليل أصدر بيان قال فيه بأنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بلدة عيتا الشعب هي بلدة قريبة من رميش في القطاع الأوسط وهناك تدور اشتباكات وأيضا يقوم الجيش الإسرائيلي بالتقدم من بلدة عيتا الشعب باتجاه البلدات الحدودية هناك إذن حزب الله أعلن عن استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصليا صاروخية هذه البلدات عيتا الشعب برميش رامي القوزح هذه البلدات تشهد غارات يومية على مدار الساعة تقريبا وهناك أيضا تشهد اشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم من هذا المحور باتجاه البلدات الجنوبية إذن رميش لم يردنا أي غارات لكن يبدو أن هناك غارات صلاح على عدد من البلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان نرى من خلال عدسة الكاميرا عدد من الغارات التي تستهدف عدة بلدات في قرى قضاء صور لا أدري بالضبط هذه البلدات بالتحديد أين تقع لكن غارات عنيفة جدا يبدو من خلال الصورة بأنها تستهدف ثلاث غارات على الأقل نشاهدها بأم العين غارات عنيفة على ثلاث بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان يبدو أنها إحدى الغارات على بلدة صديقين أطراف ياطر كما يرد وربما بلدة دير عامس من خلال المشاهدة من هنا صلاح يعني هذه المناطق تقع بالقرب من صور كما نشاهد من خلال هذه الصور المباشرة التي تأثير من صور نعم سلسلة من الغارات نعم صحيح صلاح تصعد أعمدة الدخان نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية اسمح لي حالا فقط نترك لكي مساحة للحصول على تفاصيل هذه الغارات أن أعقب على ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية جيش الاحتلال كان قد أعلن حول أنه سوف يقوم بشن غارات إسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بالفعل هذه المنطقة قد تعرضت لسلسلة من الغارات وخاصة في حارة حريك هذه الحارة التي كان قد أغتيل فيها الأمين العام لحزب الله سابقا وما زالت هذه المنطقة أيضا تتعرض لسلسلة من الغارات ثلاثة عدة غارات في البلدات الواقعة في جنوب لبنان من هرميش كما شاهدناها منذ قليل كانت قد تتعرض تلك البلدة أيضا لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية أما الآن فنشاهد من خلال هذه الصور المباشرة سلسلة من الغارات على بلدات تقع أيضا في الجنوب لبناني وبالقرب من صور نتابع وإياكم تصاعد أعمدة الدخان نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية إذن مجمل الأحداث حتى هذه اللحظة سلسلة من الغارات تقوم بها قوات الاحتلال وطاران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة سواء في الجنوب لبنان أو البلدات الجنوب لبنانية وأيضا الضاحية الجنوبية لبيروت أعود إليك حنال إن كانت تتوفر تفاصيل حول ما نره الآن هذه البلدات أولا هي بلدات تقع في قضاء صور دير عامس كما ذكرنا قبل قليل صدقين وجبال البطم غارات تستهدف البلدات في قرى أو في قضاء صور هذه القرى هي تقع في قضاء صور دير عامس صدقين وجبال البطم غارات هي سلسلة من غارات استهدفت هذا القضاء اليوم صلاح منذ الصباح كان هناك عدد من الغارات على عدد أيضا من بلدات قضاء صور الإسماعية واحدة منها قان أيضا وأخيرا كما نشاهد في عدسة الكاميرا ثلاث غارات عنيفة على دير عامس صدقين وجبال البطم هذه القرى تقع في قضاء صور من جنوب لبنان في القطاع الغربي من جنوب لبنان مأهولة يا حنان هذه القرى والبلدات هي معظم هذه البلدات صلاح باتت خالية من السكان معظم البلدات في كافة مناطق الجنوب اللبناني ليس فقط هنا في قضاء صور إنما أيضا في النبطية أيضا بطبيعة الحال القرى الموجودة عند الحفة الأمامية كل هذه البلدات نزح أهلها عنها خاصة في الأيام الماضية أو الأسابيع الثلاث الماضية التي شهدت تصعيدا كبيرا في المواجهات ما بين حزب الله وإسرائيل هذه البلدات لم يعد هناك إلا القليل عدد قليل جدا من العائلات التي لم تنزح عن هذه البلدة كنا قبل يومين صلاح في بلدة قانا الجنوبية التي تعرضت لسلسلة من الغارات العنيفة جدا ما رصدناه خلال جولتنا وخلال وصولنا إلى قانا دمار كبير أولا في عدد من البلدات التي تجولنا فيها وأيضا في بلدة قانا التي باتت خالية كليا من السكان بعض العائلات التي كانت ما زالت موجودة هناك عدد منهم استشهد نتيجة الغارات التي استهدفت بلدة قانا إذن هذه البلدات صلاح أكثر من 90% من سكانها نزحوا عنها بسبب ما تتعرض له من غارات أيضا لابد من الإشارة بأن الجيش الإسرائيلي يحذر أو حذر خلال الأيام الماضية عدد كبير من السكان ما لا يقل عن 40 بلدة في قرى قضاء صور وغيرها في النبطي وأيضا في بنت جبيل كان هناك انذارات لمن تبقى من الأهالي بإخلائها وعدم العودة إليها حتى يصدر الجيش الإسرائيلي بيان يقول فيه بأن هذه البلدات باتت آمنة إذن إضافة إلى الغارات التي تتعرض له هذه البلدات صلاح هناك أيضا إختارات وانذارات من قبل الجيش الإسرائيلي لمن تبقى في هذه البلدات بإخلائها وبالفعل هناك أيضا شهدنا خلال يومين انذارات لعدد من الأبنية في قرى قضاء صور وبالتحديد في بلدة الحوش على سبيل المثال وأيضا في بلدة البرج الشمالي كان هناك انذارات لعدد من الأبنية تم قصفها وأيضا سويت بالأرض إذن من تبقى من السكان صلاح لم يعد آمنا أبدا البقاء في منزله أو في قريته وأيضا في مدينة صور التي تعتبر من أكبر المدن في لبنان ربما هي المدينة الرابعة من حيث العدد والكثافة السكانية لم يعد في هذه المدينة إلا عدد قليل أيضا من سكانها وباتت شبه خالية من السكان حنان إذا منتقلنا إلى نقطة أخرى ولكن مهمة وهو استخدام مكثف للقنابل الفسفورية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفه هذه البلدات التي تقع في جنوب لبنان نعم صلاح من بداية هذه المواجهات الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الأنواع من القنابل الفسفورية الحارقة وهي محرمة دوليا ونحن شاهدنا في عدد من البلدات وبالتحديد في القطاع الشرقي عندما كنا نتواجد هناك ونغطي تلك المنطقة تعرضت بشكل واسع جدا لقذائف الفسفور التي أحرقت عدد كبير ومساحة كبيرة جدا من الأحراش ومن المساحات الزراعية في الجنوب اللبناني نتحدث عن القطاع الشرقي لأننا كنا نشاهد ونرصد هذه الاستهدافات لكن أيضا هذا الأمر ينسحب على كافة القرى الجنوبية وبالتحديد الأحراش والوديان وأيضا الجبال التي يستخدم فيها أو استخدم فيها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية القنابل الفسفورية ولابد من الإشارة أيضا هنا صلاح بأن قوات اليونيفل وفي آخر حديث للمتحدث باسمها قال بأنهم رصدوا آثار القنابل الفسفورية بالقرب من مراكزهم وهذا أمر بطبيعة الحال خطير هذه المواد هي مواد سامة وهي تؤثر على صحة الإنسان كما أيضا تؤثر على صحة التربة وعلى الهواء وبالتالي هذه القذائف أو هذه الاستهدافات بالقذابل الفسفورية المحرمة دوليا هي استخدمها الجيش الإسرائيلي على طول هذه المواجهات التي بدأت في أكتوبر العام الماضي وما زالت حتى اليوم اليوم بالتحديد كان هناك ويوم أمس أيضا بلدة كفرشوبة وأيضا شبعة عرضتا لقصف أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي بالقنابل الفسفورية وهي هذه البلدتان أي شبعة وأيضا كفرشوبة هناك أيضا مساحات شاسعة وكبيرة جدا من الأحراش وتعتبر أيضا هذه البلدات وبالتحديد كفرشوبة وشبعة من البلدات الزراعية المنتجة لعدد كبير من المنتجات الزراعية وهي مشهورة بها هذه القذائف بطبيعة الحال والمواد الحارقة والسامة تؤثر على التربة وهي لها تأثير لعقود ربما من الزمن بحال لم يتم معالجتها وبالتأكيد تؤثر على صحة الإنسان وصحة أيضا المواشي والمناطق التي تضم بطبيعة الحال هناك الكثير من المزارع وهناك كثير من إضافة إلى المناطق الزراعية تشتهر تلك المناطق أيضا بتربية المواشي فيها وبالتالي كل هذه الأثار ستظهر بطبيعة الحال لاحقا بعدما تنتهي هذه الحرب وربما يبقى تأثيرها لسنوات كثيرة قادمة نعم على ما يبدو أن هناك أيضا يحنان تجدد للغارات في رميش كما ذكرت سلفا إذن بالفعل رميش هذه المنطقة التي تقع في جنوب لبنان تتعرض الآن إلى سلسلة من الغارات الإسرائيلية كما نشاهد تصعب عمدة الدخان نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية على تلك المنطقة صلاح هنا تجدر الإشارة بأن بلدة رميش لم ينزح عنها أهلها ربما نزح عدد قليل لكن معروف بأن حتى اليوم بلدة رميش ما زالت سكانها يتواجدون فيها وهناك أيضا خرق صحفية تغطي موجودة في بلدة رميش ومن المتعارف عليها بأن هذه البلدة كانت تسبيا من البلدات الآمنة لكن رميش هي قريبة من بلدة عيت الشعب التي تتعرض بشكل مكثف لغارات خربية أو لقصف مدفعي مركز كون بلدة عيت الشعب هي أحدى محاور التقدم للجيش الإسرائيلي هناك وأيضا من جهة ثانية هي محاذية لرمي للقوزح هذه البلدات أيضا التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من خلالها باتجاه الأراضي اللبنانية لكن يبدو بأن هذا التقدم لم يسمح للجيش الإسرائيلي بأن يكون له مراكز متقدمة أولا أو مراكز ثابتة داخل بلدة عيت الشعب بالدرجة الأولى هو دخل عدة ربما أقل من كيلو ماتر دخل إلى بلدة عيت الشعب لكنه لم يتمركز فيها هو رفع العلم الإسرائيلي في بلدة عيت الشعب لكنه يلقى تصديا من قبل عناصر حزب الله اليوم في إحدى العمليات التي نفذها حزب الله استهدف جمعا لجنود الجيش الإسرائيلي